اجرت الفنانة حورية فرغلي لقاءا كشفت فيه الكثير من الاسرار عن حياتها العاطفية وتحدثت بالتفصيل عن علاقتها بالراحل هيثم احمد زكي خاصة وان هناك قصة حب كبيرة جمعتهما اثارت فضول الجمهور حورية فرغلي تكشف تفاصيل علاقتها بهيثم احمد زكي عاشت معه قصة حب كبيرة ورحل وهو يحبها غيرته الشديدة وفارق العمر بينهما كانا سبب انتهاء العلاقة روت حورية كواليس لقائهما الاول وقالت ان بداية تعرفهما كانت عند المخرج خالد يوسف اثناء التحضير لفيلم كف الامر واكدت ان علاقتهما زادت واصبحت قوية بعد تعاونهما في هذا العمل وقالت انه خلال فترة تعاونهما شعرت ببعض المشاعر تجاهه لكن علاقتهما لم تستمر بسبب غيرته الزائدة فقالت انها كانت تتحدث مع هاني عادل لتقدم له التعازي في رحيل والدته وفوجئت وقتها بهيثم يتعدى عليها بالضرب امام الجميع وتحدث معها بطريقة غير لائقة وانهى كلامه معها قائلا غضبت حورية من طريقة كلامه غير اللائقة واتخذت قرارا بالابتعاد عنه وعدم الدخول في اي علاقة مع شخص اصغر منها حتى لو بيوم واحد فقط كشفت حورية ان بعض الاصدقاء المشتركين بينهما اخبروها بمفاجأة صدمتها حيث اكد بعضهم ان هيثم توفي وهو ما زال يحبها وانه كان يتمنى ان يستعيد علاقته العاطفية بها لكن الامور لم تسر مثل ما كان يريد فارتبط بفتاة اخرى ورحل بشكل مفاجئ اشتركوا في القناة